انا عايز اتكلم في حاجة وانتو عارفين ومتعودين معايا ان احنا بنفضفض مع بعض على الاقل نفضفض نفضفض الدوري بتاعنا اللي قاعد سنة تقريبا اللي هو خلص يعني من شوية بقاله شهر خلصان شهر شهر يا مؤمن تلاتين يوم الدوري اللي اصلا قاعد سنة خلصان فين يا جماعة الدوري الجديد جدول الدوري الجديد ده فينه هنلعب امتى الفرق اللي بتستعد دي هي بتعمل البرنامج بتاعها البدني والفني على قد ايه هم عارفين هيلعبوا امتى ولا ازاي ولا فين ولا مطشطهم ايه ولا اي حاجة ليه شهر بحاله على دوري قاعد سنة ليه بلاش الدوري بتاعنا اللي فات ده كان محسوم الصدارة ومحسوم الهبوط تقريبا ومحسوم المراكز المتأهلة ومن بدر اوي عرفنا الفرق الصعدة انت اصلا ممكن تخلص الدوري الجدول ده من شهرين تلاته هتقول لي يا عم كريم وفيه مباريات في افريقيا وفيه مش عارف سوبر والحاجات دي مش محسومة في الكاف والكاف بيعمل فينا وبيسوي فينا يا سيدي اعمل مواعيد مقترحة يا سيدي يقول مؤجلات بمواعيد سبتة يعني ما تقوليش لاجل غير مسمى لو حصل اي ظروف هتأجل فيه مباراة هتأجلها في المعادل فراني يا سيدي فيه تمانين حل يا سيدي اشتغل ما هو مع كامل الاحترام بقى يسمح لي يعني وانا والله باحترمه جدا وبحبه جدا بس لأول مرة شوف انا الوحيد تقريبا اللي لأول مرة هنتقد كابتن عامل حسين لأول مرة شوف يعني الكابتن عامل حسين تحديدا مستباح من الجميع كل الناس تنتقدوا هتهجموا طول الوقت بس كنت احيانا او في كثير من الاحيان قلت مثله بعض الاعذار ما هو يا فندم طول ما حضرتك شغال بالورقة والقلم وعمل ترسم خطوط وحاجات كده عمرنا ما هنتطور لو انت فاكر ان هي دي الشطارة والبراعة واللي بتعمله محدش بيعرف يعمله فانا ااسف انا ااسف احنا في 2024 شهرين كمان وهنبقى في 2025 ما فيش حد بيرسم بورقة وقلم ما بيعملوش كده في الدورة الانجليزي ولا الاسباني ولا الفرنسي ولا الايطالي ولا دوريات كمان جنبنا فيش حد روح جايب ورقة طويلة كده عريضة ايه مش عارف 15 ولا بيسموها ايه روح ماسك ورقة وقلم ماسك القلم وعمل يرسم هنا خطوط واربع خطوط وشرطة واربع خطوط وشرطة ده خلص خلاص عشان كده انت متأخر عمال ترسم وتفنن كفاية كفاية تأخر مش هزيقول حاجات تانية احنا بعيد قوي شهر بحاله من انتهاء الدورة الاخير ومش عارفين نعمل جدول وبعدين الكوميدي في الموضوع سمعت حد بيقولك غالبا الاهل هيوقع على اكرار انه ما يطلبش مؤجلات او ما فيش مباراة هتأجله ولا مش عارف هيحصل ايه يا راجل عيب يعني اللي فكر كده ولا اللي اقترح كده ولا اللي بيشوف كده عيب عليك لو كنت مسؤول في الكورة في مصر عيب عليك بتعندك لوايح ونزام تطبع على كل يعني لو الاهل طلب تأجيل مباراة عندونا حق هتقوله لا مش هينفع وخلاص خلصنا طلب تأجيل مباراة عن حق اتجله طبقا لللوايح اللي عتحطها اللي هي فين دي اصلا مش شايفينها كمان يا جماعة التأليف ده ايه التأليف ده يا ريتنا بنشتغل بعلم احنا لسه بقولك ايه تعالوا نقعد بقى على القهوة بتلاقي يا عم اتنين شايف الخمسينة هات بقى ورقة كبيرة معاك قلم يسطى هات القلم اقعد رسم فيش كده عيب بقى كل موسم بنعيش نفس المأسويات عشان نفس الفكر ما بيتغيرش براحلكم